هذا وستقبلت اللجنة المنظمة للمؤتمر 7000 من ضيوف مصر من مختلف الدول والجنسيات المشاركين بالمؤتمر في شرم الشيخ وحرص عضاء اللجنة المنظمة بمطار شرم الشيخ الدولي على تقديم كافة الخدمات للمشاركين فور وصولهم والرد على جميع استفساراتهم كما خصصت اللجنة المنظمة للمؤتمر أماكن خاصة لإنهاء إجراءات وصول ديوف قمة المناخ وتجهيز استراحات للضيافة واستراحات كبار زوار في صلاة الوصول الدولي وسفر الداخلية فضلا عن تحديد مسارات ووضع علامات إرشادية خاصة للمشاركين وتوفير وسائل الانتقال اللازمة لهم من المطار إلى فنادق التسكين